يربط إسرائيل بالولايات المتحدة تعاون عسكري قل نظيره في العالم وواشنطن تقدم لإسرائيل منذ أعلان قيامها مساعدات أكثر من أي دولة أخرى وبلغة الأرقام فإن 68% من السلاح الإسرائيلي يأتي من الولايات المتحدة ولا يقتصر تزويد واشنطن لإسرائيل على أنواع محددة من الأسلحة بل يكاد يكونوا شاملاً من المقاتلات الأكثر تطوراً مثل F-35 والمشاركة في تطوير منظومة القبة الحديدية والذخائر الهجومية مثل ذخائر الدبابات والقنابل الموجهة بدقة والقذائف المدفعية عاد عن التسليح تخصص الولايات المتحدة سنوياً 3.8 مليارات دولار سنوياً لإسرائيل بهدف تعزيز منظومتها الدفاعية لكن شرط أن تقوم إسرائيل باستخدام هذا المال الأمريكي لشراع السلاح من الشركات المنتجة الأمريكية ويحدث أن تطلب إسرائيل دعماً عسكرياً إضافياً بحسب الظروف فتخصص لها واشنطن حزم مساعدات عسكرية أخر حزم بلغت 17 مليار دولار فقط على المستوى العسكري وافق عليها الكونغرس بسبب الحرب الدائرة في غزة ولكن أمام الاعتماد الكبير على الدعم العسكري الأمريكي يطرح كثيرون تساؤلاً بشأن قدرة إسرائيل على الصمود أمام حماس وإيران ووكلائها في حال توقف الدعم الأمريكي وهذا يقود بالضرورة للحديث عن الصناعات العسكرية الإسرائيلية فإسرائيل تعتبر من الدول المتطورة في الصناعات الدفاعية تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في تصدير المعدات العسكرية والأسلحة ولكن رغم تطور صناعتها العسكرية فأن هناك أنواع من الأسلحة لا تصنيعها مثل الطائرات المقاتلة، الهليكوبتر، السفن الحربية، الغواصات بعد أيضاً الصواريخ مثل الهيلفاير واشنطن سبق وأوقفت تزويد إسرائيل بأنواع من الأسلحة مؤقتاً مثلاً في عهد الرئيس السابق باراك أوباما جمت صفقة صواريخ هيلفاير خلال حرب غزة سابقاً ولكن ذلك لا يبدو أنه قد يؤثر فعلياً على قدرات إسرائيل العسكرية بالنظر إلى محدودية الأسلحة التي تم إقافها حالياً من قبل واشنطن وبالنظر إلى التزام أمريكا الشديد بدعمها عسكرياً كما أن الحروب مكلفة فإسرائيل تتكبد كل يوم منذ السابع من أكتوبر 211 مليون دولار تكلفة حرب غزة يعني حتى نهاية العام تصل تكلفة الحرب لـ 50 مليار دولار ما يقارب 10% من الناتج المحلي فهل باستطاعة الاقتصاد الإسرائيلي تحمل تكاليف هذه الحرب؟ وهناك تساءل آخر تخيلوا لو قامت إسرائيل بصرف هذه الأموال على مشاريع تنموية في غزة ألم تكن لتشتري لنفسها الاستقرار وتقطع الطريق على حماس؟ ترجمة نانسي قنقر